إعداد التقارير الوطنية الدورية حول حقوق الإنسان بالجزائر لتقديمها لهيئة الأمم المتحدة ولجانها والمنظمات الجهوية الدولية المهتمة بمجال حماية حقوق الإنسان وكذا الرد على الملاحظات المتعلقة بمدى احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية في قضايا حقوق الإنسان هي أهم المهام الجديدة التي أنشئ لأجلها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بحسب المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس المفرج عنه في آخر عدد من الجريدة الرسمية زيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية ولأماكن التوقيف للنظر ولمراكز استقبال المهاجرين في وضعية غير قانونية يمكن لأعضاء المجلس إجراؤها بموجب المرسوم الجديد بالإضافة إلى النظر في الشكاوى التي يتلقها المجلس في مجال انتهاكات حقوق الإنسان الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية المرسوم حدد رسميا أجور أعضاء المجلس بمبلغ 17 مليون شهريا منها تعويضات تقدر بثلاثة ملايين سنتيم وخول المرسوم لأمانة المجلس صلاحية الاستعانة بمراسلين محليين وخبراء مقابل تعويض ملي كما أقر النظام في مداته الثانية والعشرين استفادت أعضاء المجلس في إطار المهمات إلى الخارج من مصاريف التنقل والمهمة ويصنفون دمن الإطارات السامية للدولة ويلزم القانون أعضاء المجلس رفع تقرير سنوي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا الوزير الأول